حياكم الله تميزت الجولة الملكية في إفريقيا بإطلاق مشاريع واستثمارات والتوقيع على اتفاقيات عديدة للتعاون كانت ذات طابع نوعي المحطة الأولى لجولة الملك محمد السادس كانت جمهورية مالي العلاقات بين البلدين شهدت دفعة قوية من خلال إبرامي 17 اتفاقية وبروتوكولا تعاون تشمل مجالات مختلفة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات وحمايتها بشكل متبادل ورفع الازدواج الضريبي الشراكة الاقتصادية كانت أيضا عصب الزيارة الملكية إلى جمهورية الكوديفوار حيث انعقد المنتدى الاقتصادي الإفواري المغربي بالعاصمة أبي جون واختتم بالتوقيع على 26 اتفاقية شراكة بين القطاعين الخاص والعام واتفاقيات استثمار تروم تعزيز التعاون جنوب جنوب وتحفيز المستثمرين الاتفاقيات شملت توأمة منشآت بحرية والتعاون في مجال الصيد وتشجيع الاستثمارات والقطاع البنكي وإنشاء مجلس اقتصادي مغربي إفواري وكذا اتفاقيات تمويل تفوق 110 ملايين دولار الجولة الملكية الإفريقية أعطت دينامية جديدة لعلاقات التعاون الاقتصادي والسياسي بين الرباط وغينيا كونكري زيارة الملك محمد السادس تميزت بالتوقيع على أكثر من 21 اتفاقية تعاون وشراكة بين البلدين شملت عدة مجالات تنموية كما تميزت هذه الزيارة بتجشين مطاح إفريقيا بجماعة ماتوتو وهي ثمرت شراك بين مطاح الهلال المغرب وشركة سونوكوسا غينيا باستثمار فاقة 30 مليون أورو الزيارة الملكية وجت ببيان مشترك أكدت فيه جمهورية غينيا دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء وصفة إياها بالجدية وذات المصداقية للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع ومن القابون أطلق الملك محمد السادس شراكة اقتصادية ثنائية نوعية في تاريخ العلاقات الثنائية لما ترأس إلى جانب الرئيس القابوني علي بونغو أندينبا حفل التوقيع على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية القابون في مجال الأسمدة وتطمح هذه الشراكة إلى خلق مشروع مشترك بغلاف استثماري يصل إلى ملياري دولار الشراكة الاستراتيجية في مجال الأسمدة بين المغرب والقابون تندرج كما أعلن عن ذلك في إطار الرؤية التي يتقاسمها قائداء البلدين وذلك ضمانا لاستفادة الأفارقة من ثروات قارتهم